مابلولو لو وصل للاتحاد السكندري اثنين مليون دولار انا هقولك legislature 50 15 ننزل الحنا ننزل اثنين اا ليس ما الخمسة يدفع الرقم هيبيع مبلولو تاني يوم والزمالك ممكن يدفع الرقم ده لا مش هيعشكل لا قولا واحدا لا مش هيدفع الرقم ده ولا أهلي ولا زمالك هيدفعه مهاجم في مهاجم من الدور المصري الـ 2 مليون دولار بعيدا عن موضوع سن مبلولو من اللاعب الملتزم والمحترف يعني وعنده عروض فعلا ولكن بأكد لك ان الاتحاد لو وصله عرض رسمي بـ 2 مليون دولار هيسوى اللاعب ومش هيبع عنده مشكلة أنا عايز أقولك لتسمعها المصريحة أصلا يعني الصارف على النادي الاتحاد من جيبه شخصي مبلغ كبير جدا نفس الكلام أعضاء مجلس الإدارة فهم عندهم أصلا أزمة مالية بيحلها من معاهم مش من موارد النادي فبالتالي لو لعيب دخلوا 2 مليون دولار 2-3 بس أنا بأكد لك لو عرض جه بـ 2 مليون دولار ما بولولو هيرحل عن الاتحاد ممتاز جدا